صوت الكونغرس الأمريكي بغالبية كبيرة لصالح أبطال الفيتو الذي استخدمه دونالد ترامب ضد إقرار موازنة الدفاع موجها صفعة غير مسبوقة للرئيس الأمريكية وأقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون الجمعة بأكثر من ثوثي أعضائه الموازنة المذكورة البالغة 740 مليار دولار على الرغم من اعتراضات الرئيسة وكان مجلس النواب ذو الغالبية الديمقراطية قام بالخطوة نفسها الأثنين وانضم معظم النواب الجمهوريين إلى زملائهم الديمقراطيين في تحدي لترامب قبيل انتهاء ولايته بعدما تباه طويلا بأنه يحظى بدعمهم وعلى مدى أربعة أعوام في البيت الأبيض استخدم ترامب حقه في الفيتو تسع مرات ضد قوانين أقرها المجلسانة وهي المرة الأولى التي ينشح فيها الكونغرس بتأمين غالبية الثلثين الضرورية لتجاوز الفيتو ويأتي ذلك بعدما ازداد عدد النواب الجمهوريين الذين أقروا بهزيمته في انتخابات الثلاث من تشرين الثاني نوفمبر الرئاسية في حين يصر ترامب على رفض ذلك وكان ترامب قد ندد بداية الأسبوع بما اعتبره قيادة جمهورية ضعيفة ومتعبة لكن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل مضى في المواجهة داعيا أعضاء حزبه إلى تصويت على موازنة الدفاع للعام 2021 ترجمة نانسي قنعة ترجمة نانسي قنعة